بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم أعزائي التلاميذ والترميدات في مقطع آخر من فروض مادة علوم الحياة والأرض لمستوى جدا مشترك علمي خيار فرنسية أو مسلك دولي إذن كما سبق وتطرقنا في الحصص السابقة نحن في سلسلة فروض الدرس الأول فروض مادة علوم الحياة والأرض الخاصة بالدرس الأول والذي هو الخارجة البيئية فلنبدأ على بركة الله إذن كما سبق وقلت جميع فروض مادة علوم الحياة والأرض الخاصة بجدع مشترك علوم خيار فرنسية أو مسلك دولي تقسم إلى جزئين أو إلى قسمين الجزء الأول الخاص ب يعني استرداد المعارف والسردع المعارف الذي قلت بطبيعة الحال هو خاص بالحفظ والجزء الثاني هو الجزء خاص بالجزء الخاص بالجزء المعارف في هذا الجزء الثاني نرى أو تمارين هذا الجزء الثاني تكون مخصصة لتمارين الفهم وتمارين رسم المنحنيات رسم مثلا رسم تخطيطية إلى آخره يكون هذا الجزء الثاني خاص بالفهم وتطرقت لي تقريبا أربعة تمارين أو أربعة فروض في هذا الجزء الثاني واليوم إن شاء الله سنطرق لي الجزء الأول بسم الله كما قلت سنبدأ في تصحيح الجزء الأول من هذا الفرض الذي سبق وصححت الجزء الثاني منه سوف تجدون رابط الجزء الثاني في خانة التعليقات إذن بسم الله التمرين الأول إجزارتس 1 مات خلاصين X devant la suggestion correct ضع علامة X أمام الاقتراح الصحيح قلت الاقتراح الصحيح ولم أقول الاقتراحات الصحيح الاقتراح واحد فقط هو الذي هو الصحيح إذن سوف تضع علامة X أمام الاقتراح واحد يجب أن تعينوا أهمية لهذه المعنومة إذن قال لكم أستاذ مات خلاصين X devant la suggestion أو les suggestions يعني إذن علامة X أمام الاقتراح أو الاقتراحات الصحيحة يمكن أن تضع علامة أو علامة 2 إذن في الأجوبة قد يكون هناك جواب صحيح واحد أو أجوبة صحيحة متعددة لكن هنا قالوا لنا la suggestion correct يعني الاقتراح صحيح واحد بالنسبة لأول سؤال من بين أهداف الخارجة البيئية أول اقتراح دراسة توزيع الحيوانات والنباتات بطبيعة الحال من بين أهداف الخارجة البيئية بطبيعة الحال استكشاف الوساط دراسة العلاقة المتواجدة بين الكائنات الحية والأكائنات الحية الحيوانية أو النباتية ودراسة توزيع الحيوانات والنباتات إذن اقتراح الأول فهو اقتراح 100% صحيح إذن سوف نضع علامة X أمام الاقتراح الأول اقتراح الثاني دات تغمينا لسورفاس ميليمار يعني تحديد المساحة الدنيا طبعا تحال هذا اقتراح خاطئ لأن التقنية التي تمكننا من تحديد لسورفاس ميليمار أو المساحة الدنيا هي تقنية التربية لتكنيك دوكات غياج الاقتراح الأخير ثالث سوريونتي دون الميليو إذن هو اقتراح خاطئ لماذا؟ لأن الذي يمكننا من توجيه في الوسط هو البوصلة أو الخريطة الجيولوجية أو الخريطة التوبغرافية في الوسط نفهم إذن إجابة صحيحة واحدة وهو الاقتراح الأول بالنسبة للسؤال الثاني لإستعمال جهاز لإجروماتر من أجل إذن الإجروماتر كما سابقا وشرح هو جهاز لقياس الرطوبة إذن اقتراح الأول دا ترمينا لقانتتة دو لميار استعمال جهاز قياس الرطوبة يمكننا من تحديد كمية الضوء خطأ لأن الجهاز الذي يمكننا من تحديد كمية الضوء هو واللوكسي ماتر اقتراح الثاني دا ترمينا لقانتتة دو ميار صحيح تحديد كمية الرطوبة لإجروماتر واجهاز يمكننا من تحديد كمية الرطوبة إذن سندع أماما القتراح الثاني اقتراح الثالث دا ترمينا لاريپartition verticalة دو جدا يعني تحديد التوزيع العمودة لإنباتات طبعا الواء اقتراح خاطئ ننتقي لسؤال الثالث لستratification هوريزنطال دي بلانت التوزيع أو التقسيم طبقي الأفوقي للنباتات حد ادتر ميني بار حددا من طرف العوامل المناخية لفاكتور كليماتيك صحيح لأنه كما قلت العوامل المناخية تتحكم في توزيع النباتات بطريقة أوفقية التوزيع الأفوقي تم تحديده بواسطة طول النباتات خاطئ لأنه ليس التوزيع الأفوقي التي تم تحديده من طرف طول النباتات وإنما التوزيع العمودي الاقتراح الثاني واقتراح خاطئ واقتراح الأول واقتراح صحيح لفاكتور كليماتيك وهي العوامل المناخية الاقتراح الثالث تجانس الوسط إذن بطبيعة الحال واقتراح خاطئ تجانس الوسط نعتمده أثناء تحديد المكان الذي سوف نقوم فيه بجرد النباتات وال اختيار المحطة المدروسة أو منطقة الجرد إذن الاقتراح الصحيح بالنسبة للسؤال التالي وهو الاقتراح الأول بالنسبة للسؤال الرابع بارمي التكنيك اتوليزة من بين التكنيات المستعملة لجرد أو لإحصاء النباتات وهي التكنيك لكابتور كما سبق وشرحت إذن هات تكنية هي تكنية لجرد الحيوانات إذن هي تكنية خاطئة اقتراح التاني لتكنيك لكادرياج لكادرياج وهو تكنية التربية إذن هو تكنية صحيح اقتراح تاني وقتراح صحيح لأنه كما قلت هو تكنية لجرد النباتات وبطبيعة الاختراح الآخر اقتراح التاني وقتراح صحيح والقتراح التاني ننتقل إلى التمرين التاني النباتات صغيرة القد إذن هذا اقتراح هو اقتراح صحيح سوف نضع علامة امام اكس امام افغي علامة اكس امام اقتراح صحيح امام صحيح التاني اقتراح المومي فكش امام تكنية لجرد التانية 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 هو تكنية للحفاد على النباتات conservation احتفاد على الزجرد امام النباتات التانية لجرد الاخبية الحياونات اقتراح خاطئ اقتراح خاطئ ماذا علامة امام افغ اقتراح تالي الهربية امام الماء شاب هو مجموعة من النباتات مجففة طبعا الوضع اقتراح صحيح اذا سوف نضع علامة صحيح واخيرا السامار هي تقنية لدراسة الحيوانات السامار هي تقنية لدراسة الحيوانات سوف نضع علامة اماما فغي يعني صحيح لدراسة لدراسة تمرين الثالث دوني اماما اماما لدراسة اعطي تعريف للمصطلحات التالية لدينا مصطلحين اكولوجي و لابندانس اذا سوف نعرف لإكولوجي و سوف نعرف لابندانس اذا كما سبق وشارحت اتنا شارح لدرس قولت انه لإكولوجي ايكو هي سيانس ايكو هي ابيتا لوجي هي السيانس يعني الابيطا هو المسكن لوجي هي العلم يعني انه ايكولوجي هي علم المسكن او بسيغ اخرى سيانس دون انفيرون يعني علم البيئة سيانس بطبيعة الحال كما سبق وشارت لإكولوجي تهتم بدراسات عنصورين اساسيين اولا الكائنات الحيا تانيا وسط عيش الكائنات الحيا اذا سوف نجد معلوماتين اساسياتين في تاريفنا les êtres vivants الكائنات الحيا والمليو درس يعني وسط عيش الكائنات الحيا اذا autrement دي طريقة اخرى سيانس تهتم 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 و تهتم 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 التفاعلات التي تهتم 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 بين الكائنات الحية و مع مليو درس يعني جميع العلاقات والتفاعلات التي تكون بين الكائنات الحية مع بعضها و مع وسط عيش و كذلك نتائج هذه التفاعلات ننتقل الى التعريف التاني وهو تعريف الابندانس الابندانس كما سبق واشرت هو الوفرة وفرة كائنات النباتية في الوسط كما سبق واشرت لتنا الدرس الابندانس الابندانس دان الابندانس 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 يعني العدد الاجمالي للكائن النباتية المدروس على présente دانز الانتات الانتات على المساحة التي كم نبي درستيها الابندانس exprime عدد أفراد نوع نباتي بدلالة المساحة التي قمنا فيها بالجرد إذن إذا قمنا في مساحة جرد مثلا 5 متر مربع سوف نقول كم وجدنا من هذا النوع في هذا المساحة 5 متر مربع إذن عدد الأفراد عدد النباتي التي تنتمي إلى نفس النوع على المساحة على 5 متر مربع ننتقل التمرير الرابع exercice 4 compléter la phrase en utilisant les termes proposés أكمل الجملة بستعمال المصطلحات المقترحة le recensement يعني الإحصاء air يعني l'air minimal يعني l'مساحة الدنيا un relevé جرد une population يعني ساكينة يعني جموع من الكائنات التي تتمي إلى نفس النوع الجملة هي كالتالي pour ندينا فرار د apostrophe وفرار végétal vergule en faye فرار dans un quadrat qui contient toutes les espèces de milieux qu'on appelle qui إذن تقنية التربيع لدينا الكوادرة يعني المربع الذي مساحته تكون بالمطر المربع إذن من أجل ماذا نفعل نحن في التقنية التربية نفعل نقوم بالإحصاء إذن من أجل إحصاء نقوم بإحصاء ماذا نقوم بإحصاء النباتات هنا لدينا مجموعات النباتات لدينا مجموعات النباتات hum بزرد الموربه الذي يحتوي على جميع الانوار البطنية في الوسط وهذا الموربه نسميها المساحة الدنيا لعجل المحن المجتمع بالسرورة لمنحة الدنيا تفلصة مثيلة مباركة في مصابينة بطريقة موضوع الملحن المبرية ننتقل إلى التمرين الخامس exercice 5 وهو آخر التمرين في هذا الفقراء الأولى نتقل إلى التمرين الخامس مع المتحدثات المتحدة نتقل إلى التمرين الخامس ومن المصطلحات المناسبة المتحدثات المناسبة إذن لدينا A, B, C, D, E وليدينا لتطبيع يعني عنوان هذا التمرين الخامس إذن أولا بالنسبة بطبيعة الحال هذا الرسم التخطيطي يدخل دمنا التقسيم الطبقي العمودي للنباتات يعني تقسيم الطبقي العمودي للنباتات إذن كما سبق هو عشر لدينا خمسة طبقات نباتية والذي هو لدينا أمامه خمسة حروف A, B, C, D, E وستخطية طبقة إذن لدينا خمسة طبقات من الأسفل إلى الأعلى سوف نبدأ بالطبقة A كما قلت هي طبقة تحت أرضية أو طبقة جديرية إذن سنسميها La strata souterraine الطبقة التحت أرضية قد تجدون بعض الأسفلات دي يقولون La strata racinare طبقة الجدرية نفس الشيء كلاهما صحيحاتين إذن اعتمدوا المعطر الذي قدمه لكم الأستاذ مفهوم الطبقة الدي الطبقة الدي هي أقول الطبقة تحتوي على نباتات صغيرة القد جدا هي الطبقة الخزية La strata missionale نفسنا أكتوب في الدي La strata missionale بالنسبة لC هي طبقة تحتوي على نباتات تاية صغيرة تحتوي على العشب كما قلت هي الطبقة C طبقة عشبية C هي الطبقة العشبية يعني تحتوي على العشب La strata aghbassi La strata bay هي طبقة تحتوي على نباتات كبيرة نوع الماء تتعدى تقريبا من 1 متر إلى 8 أمتار نسميها بالطبقة تقريبا من 1 متر إلى 10 أمتار نسميها الطبقة الشجيرية La strata aghbustive وآخر طبقة وهي الطبقة الشجرية La strata aghbursante A strata aghbursante وكعنوان لهذه الخطاطة لهذه المقطع الشيما لهذه الشيما هذا هذا رسم توضيحي وهذه رسم تخطيطي وهذه رسم تفسيري سوف نضع كعنوان La strata vegetale يعني الطبقات النباتية أو سوف نضع La stratification vertical de vegeto التقسيم الطبقي العمودي للنباتات نفس الشيء كلا وما صحتين حسب الأستاذ للإشارة هذا أسهل امتحان يمكن أن يطرح وامتحان بسيط يخص كما قلت الفقرة الأولى يخص الدرس الأول وهو الخرجاء البيئية يتعلق بكل من الجزء الأول والجزء الثاني الخرجاء البيئية سبقه والتناميذ حصلوا على عشرين على عشرين في هذا الفرد إذن إلى هنا نقول قد وصلنا إلى نهاية هذا المقطع المرسو الصلاة والسلام على رسول الله فالله مصلي وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليم